صفعة أخرى ماكرون والإستابليشمنت الفرنسية هذا المرة جاءت من اللجنة الأولمبية الدولية اللي قالت اليوم أو قالت أمس الجمعة في قرارها عن إمكانية ارتداء اللاعبات المسلمات الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس خلال عام 2024 دون أي قيود وذلك بعد أيام من حضر وزير رياضة الفرنسي ارتداء الحجاب للرياضيين في البلد المضيف للألعاب هذه اللجنة وأيضا بعض المنظمات الحقوقية بما فيها في الأمم المتحدة استغربوا طبعا كما تعرفوا أن في الصيف القادم فرنسا عندها دورة الأولمبية يعني راح تكون هناك الألعاب الأولمبية راح تكون هناك في فرنسا فرنسا في كل هذا المجال وفي هذا المفروض التحذير راح تتحدث على الحجاب ولا عندهم عقدة ولا كل شيء دور على الحجاب وهي في الحقيقة استراتيجية هم موش يديروا في هذا من فرق هي استراتيجية لشيطنة الإسلام والمسلمين لأنهم يعتقدون أن الرأي العام الغالب في فرنسا هو ضد الإسلام والمسلمين وضد المهاجرين وفي خلط بين المهاجرين والمسلمين والحجاب والعباية كله في النهاية الإسلام والمسلمين مع أن كثير من المهاجرين ليس مسلمين مع أن العباية ما هي حجاب لكن كله يدخل في الأمر ميت هذه كله يدخل في القدرة هذه وتباع للرأي العام الفرنسي اللي يعتقدوا هما واللي هما صنعينه بطالة الحال جزئيا إعلامهم جرائدهم ووقعهم شيطنتهم الدائمة أنه ضد الإسلام والمسلمين فخرج الوزير كما خرج قبل زميله على قضية العباية قبل ثلاث أسابيع واجعل من دخول مدرسي وكل شيء حصروا في العباية كما قال أحد المسؤولين الفرنسيين وأحد المنصفين هناك قال العباية هذه تتعلق ببضعة ألاف من البنات وما هيش زي إسلامي انسيت كل مشاكل التعليم الفرنسي واربطت هنا في العباية طبعا هذه السياسة وهذه السياسة سياسة أو استراتيجية إعلامية خبيثة الهدف منها توجيه الأنظار في اتجاه نقطة خاطئة تغطية يعني هذه كما يقول لك الشجرة التي تغطي الغابة إلى آخر إلى آخر هذا ثاني يرحي فيلم الحجاب فخرجوا له هذه المرة اللجنة الأولمبية مباشرة قالوا له اللاعبات نحن ما نشمعنيين المرأة تلبس ما تلبس أو لا تلبس هذا ليس شأنك وليس شأننا وأنه لا يمنع الحجاب اللجنة الأولمبية لا تمنع الحجاب وأن اللجنة الأولمبية تقرر قوانينها داخل قرية الأولمبية وأنه ليس لفرنسا أي تدخل في قضية القرية الأولمبية طبعا فرنسا قالوا لحد الآن يمنع الرياضيين الفرنسيين يعني الرياضيات إذا كان عندهم مسلمات محجبات وأنا لا أعتقد لأن في فرنسا الكثيرات على كل حال يهربوا من الحجاب لأنهم يشعروا بالإضطهاد إذا لبسوه بينما الدعاية في فرنسا هو أن المرأة مضطهدة لأنها تلبس الحجاب ولأنها ما نشعارف خلوا المرأة تختار اللي لبس الحجاب لبست واللي ما لبسش ما لبسش يعني أنت اللي تقول للمرأة راكي مضطهدة هي اللي تقول لك أنا حريتي في الحجاب كاي اللي تشوف حريتها في العراء وكاي اللي تشوف حريتها في الحجاب وكاي اللي تشوف حريتها في النص نص خلي المرأة تختار مش تقول هو بلد الحريات وبلد الدموقراطية وبلد حق الإنسان يعني لما تجوا للإسلام والمسلمين تصبحوا أنتوا ما لتفرضوا عليه مش يلبسوش ما لبسوش فالمهم ردت عليهم اللجنة الأولمبية وأيضا مكتب حق الإنسان تابع المنتحدة تقد الحضر الفرنسي الحجاب باش ما يقولش واحد هذا الكلام نحن هاي الأمم المتحدة اللي معنداش علاقة بالإسلام والمسلمين إنه لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه أو عدم ارتدائه فيما قالت الهيئة الأولمبية كذلك إنها بحاجة إلى فهم أفضل للوضع في فرنسا وأنها على اتصال باللجنة الأولمبية الفرنسية ما يفهموش خاصة اللي جايين من عقلية أنجلوسكسونية يعني اللي هما عاشوا في بريطانيا أو أمريكا أو أستراليا أو نيزلندا أو كندا ما يفهموش هذه العقلية الفرنسية اللي عندها يعني كوينسي كوينسيا على المسلمين والحقيقة هي مفهومة هي لأسباب انتخابية شعباوية ولأن المسلمين مكنش يدافع عليهم بل بالعكس حكام المسلمين يزيدوا يحرضوا على المسلمين في الغرب وسقسوا بن زايد وبن سلمان والسيسي والعصابات اللي تحكمنا وغيرهم فماكرون مرتاح حكام المسلمين يحرضوا عليهم وهو بشي شيطان المسلمين يجيب بها شوية أصوات ما تديهم لهش بنت السفاح أو زمور أو غيره فهو الله فيه منافسة مشاحنة اشكوني شيطان المسلمين والإسلام أكثر من الآخر هذه القضية ترجمة نانسي قنقر